موسيقى سلام الله عليكم مشاهدين ومستمعين الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الوسيط في هذه الحلقة نفتح وإياكم ملف الإنتاج الدرامي على القناة الأمازيغية التامازيغ تتابعة للشركة الوطنية للإداعة والتلفزة هذا الموضوع الذي استأثر باهتماماتكم ووصلتنا بشأنه مجموعة من الملاحظات والاقتراحات نجملها في هذه المحاور أهمية الأعمال الدرامية التلفزية الأمازيغية واهتمام الشركة الوطنية للإداعة والتلفزة بهذا الصنف من الإنتاجات الفنية ما هي معايير اختيار الإنتاجات الدرامية لقناة الأمازيغ وما مدى جودتها وتنوعها إلى أي حد استطاعت شركة الإنتاج احترامة بنود ديفتر تحملات القناة فيما يخص الإنتاج الدرامي وهل تعكس هذه الإنتاجات واقعة للمجتمع المغربية الأمازيغ استجابة لتطلعات الجمهور والفاعلين في الحقل الفني ومدى عن دور القناة قناة تمازيغت في الارتقاء بالأعمال الدرامية الأمازيغية من خلال تتبعها ومرقبتها لكل مراحل الإنتاج وأخيرا الأفق المستقبلية للدرامة الأمازيغية على قناة تمازيغت التابعة للشركة الوطنية للإداعة والتلفزة محورة أخرى نفتح النقاش فيها داخل الستوديو يحضر معنا السيد عمر بن خمار رئيس الجمعية المغربية لنقاد السينما مرحبا بك أستاذ عمر بن خمار شكرا على الاستدافة ويحضر معنا كذلك لإغناء هذا النقاش السيد توفيق ناديري الإعلامي مدير نشر موقع زوم 24 ونائب الكاتب العام للجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال مرحبا بك أستاذ توفيق ناديري وعني الشركة الوطنية للإداعة والتلفزة عن قناة تمازيغت يحضر معنا السيد محمد مماد المدير المركزي للإنتاج والبرامج الإداعية والتلفزية بالأمازيغية مرحبا بك أستاذ مماد وشكرا على حضورك لأجوبة والإجابة على تسألات الجمهور شكرا لأستاذ ظهور على الدواء الكريمة قبل أن نبدأ هذا النقاش دعونا نتابع هذا التقرير ثم نعود لبداية نقاش مصفيد حول الإنتاج الدرامي بقناة تمازيغت تتطلع قناة تمازيغت ومعها الشركة الوطنية للإداعة والتلفزة بدعم الإنتاج السمع البصري والسينمائي بالأمازيغية ويجمل الإنتاج السمع البصري الوطني بالأمازيغية المبثوث على تمازيغت حسب دفاطر تحملاتها على الأقل عشرة أفلام تلفزية ست مسلسلات وعشر مسرحيات وتبت قناة تمازيغت وبكيفية منتظمة كل أسبوعين فيلما تلفزيا أو سينمائيا من إنتاج وطني بالأمازيغية لا تقل مدة عن 52 دقيقة كما تبت القناة أيضا بكيفية منتظمة وعلى الأقل خمسة أيام في الأسبوع مسلسلا أو سلسلة تلفزية من إنتاج وطني تحتسب ضمنه العمال المدبلجة بالأمازيغية فمنذ انطلاقتها في فاتح مارس سنة 2010 استطاعت قناة الثامنة أو قناة تمازيغت من تحقيق رصيد مهم في مجال الإنتاج الدرامي وتشجيع الإنتاج والإبداع الوطني المغربي باللغة الأمازيغية بروافدها الثلاثة تشلحيت وتمازيغت وترفيت إضافة إلى دبلجة مجموعة من الأعمال الفنية الخاصة بالدراما إلى الأمازيغية فبعد تسعي سنوات من البت أصبح أرشيف القناة يتوفر على 165 فيلما ناطقا بالأمازيغية بروافدها الثلاثة بينما أنتجته واقتنته ودبلجته وأنتجت القناة منذ انطلاقتها 19 مسلسلاً وأربعة ستكومات بما مجموعه 345 ساعة بت كما قامت القناة بيدبلجة 16 مسلسلاً إلى اللغة الأمازيغية وعملت قناة تمازيغت على اقتناء حقوق بت 35 مصرحية بالروافد الثلاثة للغة الأمازيغية بعدما لم تكن تتوفر على أي مصرحية وتتميز الإنتاجات الضرامية خلال شهر رمضان بإنتاج 3 مسلسلات من فئة 30 حلقة لكل مسلسل بما مجموعه 45 ساعة بت في الشهر وإنتاج 6 أفلام بما مجموعه 9 ساعة بت في الشهر رصيد انطلق من الصفر ليتحول إلى تركم متنوع في الإنتاج الدرامي راعي تعابير الأمازيغية 3 تشلح التمازيغت وتريفت إنتاج يحاول الاستجابة لانتظارات المواطنين والمشاهدين في الوطن وفي بلدان المهجر ويعمل على الرقي بالذوق الفني للجمهور المشاهد والرفع من حجم الإنتاجات وتشجيع الدراما الأمازيغية والمساهمة في تطوير جودة الإنتاجات الفنية في مجال الدراما الأمازيغية فإذا بعد هذا التقرير دعونا أولا مع ضيوفنا الكرام نفتح هذا النقاش حول الإنتاج الدرامي بالإعلام العمومي ولسيما بالأمازيغية على قناة تمازيغ سي عمر بن الخمار وأنت الأستاذ والناقض السينمائي فكيف ترون الآن هذه الحصيلة دي الإنتاج الدرامي على قناة تمازيغ تبع الشيط كروتاني لإداء أو تلفزها؟ أولا الأعمال الدرامية وللقناة الأمازيغية كلها هي إضافة نوعية مهمة جدا في المشهد الإعلامي المغربي هذه لا بد من أن تسترحلي ومن لي خلقة القناة وهذه بكل موضوعية أقولها أنها تسير من حسن إلى أحسن وخصوصا في الموضوع دي لهذه الحلقة اللي هو الأعمال الدرامية نعم يعني يمكننا نقول لك على أن بعض الأعمال الدرامية لشاتنا أنها تفوق بعض الأعمال الدرامية اللي كانتها في القناة الأولى نعم وهذه هي شهادة تتزميل القناة نعم يعني هذه حقيقة مش مجملة مش حتى السيمة مد معنا ولا تنال أنا تقول الحقيقة يعني هناك أعمال درامية في المستوى على عدة مستويات يعني على مستوى الموضوع على مستوى المعالجة على المعالجة يعني الموضوعاتية والمعالجة الفنية كذلك الشيء اللي اجعل أن المشاهد الأمازيغي وغير الأمازيغي مهتم ويتابع يتفاعل مع هذه الأعمال هذا هو اللي نقول لك نعم شكرا أنت عمار أنت تفق ناديري يعني الاهتمام القطاع العمومي للاتصال السميع البصري الشركة الوطنية إدعاء وتلفزاء بالدرامة الأمازيغية هي ليست ويدة اليوم يعني كان واحد الاهتمام من 2006 ولكن الآن مع إنشاء القناة فكين محتطور كين اهتمام فكيفش كنتشوفوا من باركم كإعلامي وكناقيد كذلك؟ بطبيعة الحال لم يمكننا إلا نضم صوتي لصوت الأستاذ عمار بن الخمار باعتبار أن القناة الأمازيغية هي شكلت طفرة نوعية باستحضار سياقها الاجتماعي والسياسي وحتى الإعلامي الإنتاجات الأمازيغية في القناة الأولى وحتى باقي المنشآت العمومية هي لم تصل بصدق يعني لم تصل إلى مستوات كريس للفعل الدرامي كما حصل مع القناة الأمازيغية وحينما تحدث عن إنتاج الدرامي في القناة الأمازيغية نتحدث عن تراكم وعن عملية تأسيس الفعل الدرامي وهذا مهم جدا وحينما نتحدث كذلك عن تأسيس نتحدث عن العطارات نتحدث عن البطء نتحدث كذلك عن ولادة قيصرية جديدة لكن في نهاية مطف نتحدث كما قلت عن تأسيس فعل الدرامي في الأمازيغية بما يوازي ذلك استفادة من أخطاء سابقة لا أقول أخطاء هي النمو التدريجي بطبيعة الحال هو القناة الأمازيغية أسست على تجارب تقنيةها ومسؤولية لكن أسست في نهاية مطف على تراكمات الدرامية يعني مثلا في النظرة اللغة نحن نتحدث عن تكتولات قبلية نتحدث عن تكتول وطني يستفيد من الدراما الوطنية سواء كانت بالدارجة أو كانت بالغرابي وبالتالي هناك تأسيس كما قلت لكن هذا التأسيس يعني يحتاج عدة سنوات ليطور ذاته يعني من تجدي تكلمة ليس عمر قبل قليل يعني يوازي أو يضاهي أو أحسن لم يكن في السابق يعني في السنوات الأولى كانت هناك تجارب بسيطة جدا وهي كما قلت هي طبيعية هل اعتبر أنه نؤسيس لكن الانتاج الدرامي الأمازيغي بشكل الحالي هو يعاني يعني عدة مشاكل وممكن نترقلها في القادمة نعم ضرور نترقل في هذا البرنامج أستاذ محمد مماد وأنتم المدير قناة تمزيغت إداعة وتلفزة يعني منذ النشأة ديالات القناة في 2010 الآن وصلت القناة كتبت كثير من 915 لساعة برامج الخيال والدراما يعني جوزت هل أقول الحد ليجا في دفتر تحملات ديالها تبت أفلام وستكومات ومسلسلات وأفلام وطائقية كلها بالمكونات أوروها في الثلاث للغة الأمازيغية فكيفش كتشوفوا هذه الحصيلة وإحنا يعني في 2019؟ هي في حقيقة تتويج لمجهودات مهمة جدا سوف تكون قناة عامة وقموا بها التواقم للقناة كاملا بما فيه التواقم الإدارية أريد أن نذكر بأن قناة تمزيغت هي قناة عامة وأي قناة عامة لا يمكن أن نتصورها بدون أعمال درامية لأنها يستثمر في استكولات الغيئة في أي قناة عامة ضروري يحتاج لكي تكون درامة والدراما أساسية ليس فقط بالنسبة لشبكة البرامج في حدثها ولكن لأنها واحد المادة التي تأرخ المجتمع في نفسه المجتمع المغربية تعرف واحد العادات كبير للأحداث هذه الدراما تأرخ طبيعة الحال هي في حقها شبكة البرامج كلها تؤرخ وتواكب وبالخصوص الدراما لأن الدراما هي تختاز الواحد المجموعة الإشكالات التي تعتمد بها المجتمع المغربي وتعني أعتقد أن قناة تمازيغت بحكم والقنوات الأخرى التابعة للشركة الوطنية الإدعاءة والتلفزة سهمت إلى حد كبير في تاريخ هذه الأحداث الهامة وتحولت لكعرفة المجتمع المغربي منذ انطلاقها ويجب أن نذكر بأن قبل إنشاء القناة تمازيغت كانت هناك مبادرات مبادرات في الدراما كان أعرفها بالخصوص في منطقة ديالسوس ولكن كانت بحكم ضعف الإمكانيات التقنية والمادية كانت محاولات بسيطة جداً لا على مستوى الشكل ولا على مستوى المضمون وكان من بين التحديات والإشكالات التي تعرضت القناة تعرضت إلى القناة نهار فشت يعني تم الإحداث ديالها في 2011 هو شي بغياب هذا الأعمال الدرامية ومن 2010 بدنا كننجو بدنا هذه المغادرة ديالنا ننجو ندخلو في التجربة ديال الدراما ومن خلال هذه التجربة ساهمنا في تأسيس تأسيس الإنتاج الدرامي بالنفهم الحديد ديره في المغرب سنتكلم على الدراما الأمازيغية نعم، نحن كنت تتكلم على الدراما الأمازيغية فكانت واحدة الهيمنة ديال الإنتاج الدرامي الأمازيغي بالرافيد التشليحي الرافيد السوسي ولكن كنت في السنتين الأخرتين شوية يعني تفرط الإنتاجات بالتمازيغة وبتريفية وعلى سبيل المثال عندنا بمسلسة النغرو اللي هو بتريفية فأمني كنت تتكلم على هذا سمحنا للظهور بزين صحي حد نقطة هذه يعني ماشي من ماشي سنتين الماضياتين هادل يعني الانفتاح ديال لأن هادل التزام بالنسبة لنا أو الانتزام قانوني يعني كوحد توازن خاص يكون توازن بين الروافيد الثلاث ديال اللغة الأمازيغية على جميع يعني على مستوى جميع البرامج بما فيها الدراما يعني هادل العملية هادل بدأت قريبا من 2011 فنعتبر كلمة سي عمر بالخمارسي توفق نديريه إحنا كنت تكلم على معايير اختيار هادل الإنتاجات وانت زي يعني كنت سابقا عضو لجنة اختيار الأعمال الدرامية ولسي ما كذلك من نسبة لقناة تمازات فكيفش كتشوف يعني هادل معايير لأنه كان لي كيقول بأنه هي معايير لا تستجيب لتطلعت المشاهد والمستمع ما كانوش كتختاروا واحد الأعمال هي كتستجيب لها تطلبات دينهم هناك عدة معايير ولكن قبل أن نجاوبك على السؤال غير وغيرت نضيف للسلمات واحدة نقطة مهمة يعني الأمازيغية يعني روا في الثلاثة لا الريف ولا تمازيغت ولا تشلحيت هي كلها أولا فضاءات غنية بالتاريخ غنية بالموروط التقافي يعني المدكينة الإنسان الأمازيغي في هذه المناطق هو كذلك عنده تاريخ وعنده خصوصيات خاصة به اختلافها بالمناطق القضايا التي تزخر بها هذه المناطق فكل هذا التنوع وكل هذا الغنى من المعطيات ساعد كثير في إعطاء دراما قوية وغانية ومتنوعة بطبيعة الحال لا يوجد هذا الموضوع فكانت تقم الفني والتقني والجميل في الأمازيغية أن هناك أتقم فنية احتمل قنوات الأخرى لا يوجد من الأمازيغيين هناك تعاون بين الأمازيغين وغير الأمازيغيين في إنتاج هذه الأعمال بالنسبة للمعايير المعايير بينا المعايير وخاة كثيرة بينا أولا الموضوع الموضوع يعني نوعية الموضوع فأنا من اللي كنت في اللجنة كنا يعني تناخده يعني ترعي واجهد الموضوع فيه نمطية وسلبية للمجتمع الأمازيغي ولا بالعكس فيه إيجابيات هذه من ضمن المعايير إذن الموضوع كيفية معالجة الموضوع للكاستين تاقم الفني تاقم المخرج تاقم الإنتاج تاقم الشركة فإنها عدة يعني معايير اللي كتجعلك أنك تيق في هذاك العمل وتقول على أنه يمكن يعطيه واحد العمل جيد هذا لا يعني لا يمكننا أن نضمن الجودة فبعض المرات كيكون السيناريو مزيل لنا السيناريو والأساس كأننا نحكمه على المكتوب بعض المرات كيكون السيناريو مزيل ولكن منك كتشوف العمل من بعد كتشوف لأنه ما تيرقاش لذلك المستوى اللي أنت كنتي كتنتظر والأكس بعض المرات كيكون السيناريو شوية هذا فيه ولكن كيتنقذ وكيعطيه عمل جيد نعم أستاذ صفق ناديري أكيد بأنه تحدث عن المعايير يعني أنا أستاذ الخمري تحدث عن المعايير الفنية ومشتبطة بالموضوع لكن أنا دعوني أطرح سؤال يعني أقاسمكم هذا الهم يعني كيف أن اللجنة تستكوى من ثمانية أشخاص يعني قادرة على دراسة مشاريع بالأمازيغية يعني بالروفد الثلاث لها دون أن يكون أي عضو يمثل هذا الرافد يعني نتحدث عن اللجنة يعني خارج سياق التقافي والفني لذلك الإبداع حينما تحدث عن عمل إبداع موجه لتريفية أو تشلحية نتحدث عن حمول تقافي بالدرجة الأولى وبالتالي هنا يطرح السؤال ألا يمكن المشرع أن يمنح مجال الجهاد بخلق لجان فرعية تكون ليدلوم للجنة الأصل هناك اللجنة أصل التي تنطبها مسؤولية اختيار المشاريع الإبداعية يعني مختلف يعني لا سواء القناة العيون ولا قناة لجينات لجينات لأننا نتحدث عن فعل إبداعي لا نتحدث عن قصة وعن سيناريو جامدة لكن نتحدث عن سيناريو يجب أن يقرأ في سياقه أحيانا حتى السياسة ومن هنا تأتي بقى بتقدير الخاص أهمية أن يعدل دفتر تحملات بما يجعل أو بما يسمح بخلق لجان فرعية لا تكون صاحبة قاررة في نهاية المضاف لكنها تكون يعني لجان فرعية استشارية تمد اللجنة الأصل يعني بمقترحاتها كمستدرس هذا المشاريع وهذا ما يملح لماذا يأتي هذا الضرر يأتي الضرر كما قلت من خلق دراما بعيدة عن السياق يعني من اخترها لا ينتمي لهذا السياق بالضرورة ويخلق إشكال آخر هو أنه تحرم العشرات من الفات أوسدا يعني لأسنة أو السنة الماضية يعني أكثر من مئتين مشروع من أغلبية من جانب الدرامي ترفض دون أن يكون هناك تقرير واضح ودقيق حول إمكانية أن تعاد هذه السيناريو للسنافذ من جديد الكتابة ويقدموا بمشاريع أخرى لأنه تحدد كذلك عن جيل مبدئ على السيناريو نؤسس له سما ما تتكلم عن الفعل الدرامي وعلى إنتاج الدرامي لكن هناك جيل جديد في السيناريو يليكي بالإقصاء ديالو بشكل غير لا أقول بشكل موضوعي بشكل غير غير متسامعي ربما أنت كنت مش عادت كلمة الإقصاء ولكن قلو لا أنا قلت إقصاء لا يمسألة إقصاء على عادية يعني تدخل مباراة معينة أما تنجح ولا تنجح يمسألة عادية سي توفيقنا ديري ولا سمحت السيمة ما تكون من أعطوه الفرصة باش أنا نجاوب نعلى هذا السؤال محدد أدعوكم لمتابعة بعض الشهادات التي سقطها كاميرا الوسيط حول مدى تطلعات الجمهور حول الإنجاة الدرامية التي تقدمها قناة تمازيغت يلاحظ الآن ما زال موصلة لذلك النيفول اللي كانت نتظره من هذه القناة هذه باشي أن تعطيها فرصة لأن ربما نقوله بأن رأى ثلاثة مجموعة من الشركات التي تنتج الأفلام الأمازيغية جيدة سمسة سوق الشغل للقناة الأمازيغية هو ضعيف جدا من خلال البرامج الأفلام تصور في الأرمدان لا من ناحية التليفين تصور أخرى السلسلة التي يكون دائما كانت نتوسع رقائة الشغل لفندانة باش أنه يكون عندهم فرصة يشتغل على مدار السنة تكون صينا دوي داس شارت بادو التمازيغت رغز روية الأفلام الدراما الأمازيغية مؤخرا كانت قصصة جميلة ومؤطرة وفي الإطار الاجتماعي اليوم الذي نعيشه ولكن ما زلت هناك بعض الإشكالات خلال خاصة في اللوكالي ليماش ما أحيانا ما كتكون واضحة أو بات ومعرفن إشكال يعني من المطاري اللي اللي مستخدم أو من الأشخاص اللي اللي هم أخدموا به هذا بالنسبة لنا تطرح واحد المشكل وتنفضل طبعا الأفلام اللي دوزوا في القناة الأمازيغية سواء هي بالريفية أو السوسية أو بالأمازيغية الأساسي ديال فيلمو ديك المتعة ودك التوق ديال الصورة من خلال تتبع دينا العديد من البرامج خصوصا في موسم رمضان عندنا واحد الملاحظة الأساسية أنه أصلا هي تتميز باحترام التقافة والهوية المغربية والتقاليد المغربية وهذا أساسي فيما يخص الجمهور المتتبع لها والجمهور ديال المناطق الجبالية اللي كان عرفو بأنه عنده الثقافة يعني النسبيا تختلف مع الثقافة ديال الساكنة المدن بصفة عامة يعني هذا الجانب يحترم في هذه القناة هذه إلا أنه مثلا يتم التركيز في تصوير الأفلام على واحد المنطقة جغرافية محددة مش أنه ندغر الدراما تمازيغ ديال انتفى أنه إلا ثلاثة مهور استخدرت أولا اثنين ترجمة يعني يسل مشكلة الهاجات يوانا هاي القناة الأمازيغية نسل ورثان غير الدكس نرول ديال الحاشت يظن أن شركة الإنتاج نفس شركة الإنتاج نذي يخدم يعني لش الحاشت تريد تفهم من نذي التنين ديال الحاشت تشرط أن أورت للمهانية يوننا تقدم المسلسلات مثلا أمويا رمضان تزوير بدنسية لحلقات الشراط العواض ذي لحلقات المسل التين لحلقات الشراط العنوان السلسلة يشانت السلسلة يضن تنقول هاتش اللي عطت الفيزة الأمازيغية ما كافيش لأن مكتفان بطلبات العروض والفنان كيتسنى باش يخدم من رمضان رمضان دونك الفنان مكتفين وبالطلبات العروض ومالك يدار مثلا طلبات العروض يدار ويخرج مثلا دمارش ما كاللقوش مثلا الفنان كتلقاهم كيعيطولش وحدين لا علاقة لهم بالفن وكتلقاهم ما كيدوز ولا دي كاستين ما كيصيب لكوش مزيان ما يعني ذوك الشركات المسيطرين هم اللي كيشدو كل عام أنا في عادتي اليومية فاش كان تفرج كاللقهم واخدين فيلم بالدارجة المغربية نترجمينه بأي لهجة من لهجة السوسية الأمازيغية الريفية يا شلحة وهذه زعما كنشوف أنه كين أحد الخاصص من هذه الناحية هذه مع العلم أنه كيني بزاف دي الافلام يكيدوزوا في سينيما باللهجة الأمازيغية علاش ما يتطرقوش لهم ويبتوهم لنا في قناة التمازيغ سينيبقوا يدروا ترجمة العديد الافلام المغربية وليب اللهجة المغربية فإذا كانت هذه مجموعة شهادات من فعاليات بمختلف أنحاء المغرب لنعود لنا كذلك عودة أخرى لشهادات أخرى سي محمد ممد كين سؤال سي تلفيق ندري وكين أجوبة على الشهادات فتفضل أولا إليس أولا كان معايير متعارف بها دوليا فيما يخص الاختيارات الملاضيع بصفة أهم سأتكلم أستاذ قبيل حول أن المسألة السيناريو السيناريو هو الأساس السيناريو والأساس ونذكر بأن من بين المشاكل الأساسية التي تعاني منها الدرامة المغربية الآن هو الضعف الكتابة في هذا المجال أحيانا يتكلمون الناس مثلا ومنحقهم المشاهد هو الذي يستقبلك يستقبل البرامج الذي تقترح عليه ومنحقه أنه ينتقدك فقط وتكلمون مثلا على الرداء أولا في هذا المجال هذا أنا عندي رأي بصيفتي مسؤول على قناة التمازيخ بالنسبة للدراما التي نجوها الآن ورصي عمر تكلم عليها قبيلا عارف واحد تطور نوعي مهم جدا من 2010 لدراما الآن يمكن لنا نفتخر بالأعمال الدرامية التي كانت في قناة التمازيخ تقول لي كتبت أحيانا في القناة الأولى بالنسبة للمعايير المعايير كانوا مستقلة صرامة في اختيار المواضيع عشنو هاللجنة هي الدور ديها الدور ديها هو أنها توصل بوحد المجموعة ديها الإقتراحات يعني هذه الإقتراحات التي تجلبها مع الشركات التي تقترح هذوك البران مثلا يكون لدي كاللو في تلي فيلم كيشاركوا في عشر أو العشرين مثلا شركة تناخذوا في هذوك العشرين التي تعتبرو أحسن مقترح هاتش اللي كاين في المغرب سمح لي هاتش اللي كاين في السوق حنا ما نكتبو هاتش أحسن سيناريو شنو كان يعنيو بقى أحسن سيناريو كتابة فكرة فكرة واش الفكرة لانا كين أشياء اللي قاتل الفكرة نحن في مجموعة الخصوصية درامين ماش ناخدو أي فكرة فكرة واحد كين تاني حتى الاختيار ديها ما تنسوش بأن نحن قناة تابعة للدولة يعني قناة عمومية عمومية تابعة للدولة يعني كان واحد مجموعة ديها المسائل اللي سناخدوها بعين الاعتبار في اختيار واحد سيناريو معين وهذا كان واحد المسلسة اللي كيمر من هذا العمل هذا من فاز من المرحلة الإدارية إدارية شوف هذه الشركة يعني كان واحد صارامة حقيقية في اختيار هذه الأعمال حتى كان وصول سيتيف يعني واحد لوجينا اللي كتشوف وخات كيتعطى هذا المسلوح للشركة وشاتي الشركة قادرة أنها تنجز هذا العمل ولا ما قادر إذا من ناحية الاختيار والمعائير نحن بنسبة لنا يعني تنقوم بمجهود استثنائي من خلال هذه اللجنة ورط مستقن تسمح لي كين مرحلة هذه ديال نحن كين مرحلة أخرى ديال ما بعد توقيع العقد مع الشركة كان واحد المراقبة ما بعد العمل ديال اللجنة وهذا العمل هو مهم جدا نقدر نخطأ رجال سيوم رجال تتعرف فيها ناس مسألة قاعدة متعارف بها دوليا أنه ما يكون أكبر يجيب لي أكبر المنتجين والأكبر المخرجين في العالم يجب الفكرة مهمة 60 عمال معروف بجوجر ثلاثة أعمال و هؤلاء خمسين و هؤلاء تتعرف الفيلم أو لماذا تبت الفكرة التي تفق ناديري كانت ربما عندها مستقية هو أن لماذا لا تزمد هذه اللجنة واحد للجنة صغيرة التي ممكن أنها في دراسة هذه المشاريع ولست تفق القانون يسمح لنا أن اللجنة يمكن لها لكي جاءنا واحد العمل بالريفية لكي يكون لدينا تقييم حقيقي وموضوعي لهذاك العمل يمكن لنا نشكله ونخلقه لليه جاينا هذا ما كيف العمل هو موافق وكن نديرها أحيانا نرى تديرها ولكن تأعطي العمل مثلا واحد ولا وحد اللي تتقن الرافض في الأمازيغية وكي قرأو تعطينا تقييم ليس لا تنقوم بعد العمل هذا ولكن فنحن نريد نزل تعقيب على هذه شهادة التي شفتوها توفق أنا أعتقد بأن هذا ما جاء في هذا التقرار تلخص العديد من الإشكال صعب صدقي الصاحب التقرار هو موفق لأنه يطرح مجموعة من القضايا مهمة مهمة هي موسمية الإنتاج لأي حد نحن دائما نراهن على موسمية الإنتاج قناة الأمازيغية على المستوى الدرامي محمد يعني ممكن يفيد نكتر في هذا المجال يعني في المستوى الدرامي إلى السي 2 رمضان ما كيش انتج الدرامي هذا يعدي إلى إشكالية طرح أحد المتدخلين حين ما قال ما تشاغل بزاف يعني من سنة لسنة إذا نتحدث عن موسمية الإنتاج لقطة أخرى هو الجانب المرتبط بالجهة وهنا إشكالي يعني الثانية مهمة وهذه ربما مسؤولية ملقات على مديرية الإنتاج يعني في الأمازيغية يعني ما يمكنش أنا مشروع نعطيه في التريفيت وهو يصور لي في أقادير هذه ما يمكنش لأننا نتحدث عن الصناعة الدرامية منش أنا تكرس الجهوية الإبداعية والفنية داخل المفهوم الوطني لكن تكررس كذلك الصناعة السمعية البصرية في تلك المنطقة وهذا يؤدي في نهاية المطاف إلى عدم الشغال العديد من الأطقام التقنية مازال ممتنين يتم مستقطبهم من مدينة الخنفة مثلا إلى مدينة أقادير من التمازير إلى تشلحة لكن الصناعة نحن كما قال سيد محمد نحن نؤسس لكن نؤسس داخل المفهوم الجاوية ندافع المفهوم الجاوية لديان صهر طبعا تحال في المفهوم الوطني أو فهم الوطني للثقافة ومأدك في نهاية المطاف إلى العديد من الإشكالية نقطة أخرى هي مهمة هي المرتبطة بالشركات التي تحدث عن الاحتكار هذه إشكالية مطروحة عمر كان العضو في الجنة ووسي محمد هو مدير المركز يعني بتركين ممكن لأعضاء اللجنة أن ينقوا بأنفسهم عن ذلك الضغوطات التي تمارسة عنهم أحيانا بشكل أو من الأشكال من بعض الأطراف وبالتالي هناك إشكالية حقيقة مرتبطة من فهم تكرس الشفافية هل هذه اللجنة كما قلسي لمحمد تكرس الشفافية وقادرة الدفاع عن اخساراتها وقادرة كذلك على الرد على كل أصوات المشككة بهذا المجال بالنسبة لهذه الانطباعات التي جاءت في الرابورتاج هو دائما يعني من الصعب أنك أن تصدر حكما بالرداء أو بالجودة يعني هذه العملية تطلب المشاهدة إذا تحكم على مسلسل تشوفه كامل مش تشوف منه عشرة تخيق وتقررها رادية نعم تشوف كله كدير تطور فإذن هي انطباعات كانت في صميم ما يعرض وكانت انطباعات أخرى وملاحظات أخرى خارج ما يشاهد يعني بحل القضية اللي قال السيطوفيق ديال الموسمية وعلى شمالة الشركات وهيمنة الشركات وهذا وهذا فإذن هو روبرتاج يعني يشمل جميع الملاحظات تقريبا المتعلقة بما نحن نتكلم عنه غير بالنسبة للشركات اللي أنا عشت في الجنة بالنسبة للشركات يعني ما تنجيوش عنا في الأول وتنقولوا هات الشركات ومن اللي غادي نعطيهم مسبقا في كل عمل تنقرأوا الأعمال هذا هو الأول وبعض المرات بعض المرات كان قرأوا وكانختاروا تتلقى ورسنا أن نعطينا لهات الشركة مثلا ثلاثة الأعمال ولكن عن استحقاق يعني يعني أقولها بكل بكل صدق عن استحقاق بموضوعية المدعات كان عارف ورسنا أننا نعطينا لهذا وهذا وهذا والحقيقة عاو تاني ليه الحقيقة يعني هناك شركات قوية هناك شركات محترفة فاردة نفسها عندها قوة في الأطقم ديالها عندها قوة تنوي على المواضيع عندها تجير سيناريوات قوية فممكنش يعني دفتر تحملات ما تيقولكش خاسك تدير تاناوب ولا خاسك ما تعطيش كتر من عمل واحد للشركة المعيار هو الجودة وانا كما قلت وكما قال سيمامد قميلا رغم من صعب جدا أنك تحكم على الجودة مسبقا تقول هذا سيكون جيد رغم صعب جدا شكرا نسي عمر سيمامد سيمامد هل شقين في المدخلات الأولى حول طلبة العرض وثانية حول الهيمنة ديال الجيهات وشانشي بالصح لا أولا الجيهات السوسية كما قلت الجيهات التشريحية ونحن كان عفوا أننا بدأت صناع السناء يعني سنوات شوف باش نتفاهموا العكس نشوف بأن قناة تمازيق تساهمت في كسر الهيمنة ديالواحد جيهة اللي هي منطقة ديال أقادير اللي كرسات الهيمنة ديالانباش بالعامة الناس اللي تشتغلوا بادروا عندهم مبادرات في شعام سينين تذكروا مثلا هذا الفيلم ديال كوتفوناس مثلا بإمكانيات نتفاهم ونحن نتفاهم ونطلق في منطقة الضاير نلقى واحد من جموعة الأعمال اللي كانت نجاة تما وبتتا أنا بردت نزيد بس كيف تشغل تيفيزي يمكن نتفاهم نحن نتفاهم نتفاهم معا في اللي نحن هذه قناة قناة بالإمكانيات المصواضعة وقدرت مجهودات السيتنائية. نحن كنت تتكلمون. أنا متفق مع أحد الأخ الذي تتكلم عن مشكلة للشغل في هذا الميدان. وفي الشغل هو مشكلة الكام. ونحن نحن مسؤولين على هذا الشيء. مسؤولية ديال الدولة. خاصة تكون عندها صناعة ثقافية. نحن كنتجو مثلا ثلاثة المسلسل. يخدموها للناس كاملين. هذه الشركة يخدموها للناس كاملين. يتخرجوا كل سنة في المعاهي للسينما. مثلا للدراما. لا يمكنش. هذه المسؤولية ديال الدولة. خاصة تزيد في الميزانيات ديال الإنتاج الدرامي. ومهم جدا أنها تزيد الدولة في الميزانيات. هذا فيما يخص الكامل. هذا فيما يخص الكامل. فيما يخص الكيف. لا أسمع لي مهم جدا هنا نتكلمون القديم. كيف. أنا كي موجود. أنا تنتمنى أنا الناس اللي كي ينتقدو. ومن حقهم. يشوفوا المسلسل ولا التليفين من نول تلخر. وما يسمعش. ولا غير ذاك شو اللي تكتف مثلا في انترنت وكذا وهذا. أنا يشوف العمل وقل لي. شوني ما عشبكش فيه. واش الفكرة. واش الجانب اللي يتصوير. واش الإخراج. واش الإنعراء. واش كذا. واش الفكرة. واش الكاستينج. قل لي. قل لي شونه شونه. ما شونه شونه. الرادار يمكنني قولت أنا كونش راديعي. لكننا كان عدميين فقول جي. سمعلي. نعمل. نفتحه. هو دخل في هذا. هو أن واش القناة. يعني عندها واحد المساحة ديال الرقابة لهذه الإنتاجات هذه. مدنا. لما شونه أدام أولا بدرام. هذا ملزم قانونيا. لكن يعني كتمشي كتشوف تسبوع كتقرى سيناريو كتشوف الإخراج. أنا ملزم قانونيا. القانون يفرض علينا أننا تكون واحد متابعة صاري لهذه الإنتاجات. يمشي وكيتكون اللجان كتمشي. اللجنة كتتراقب الموضوع. منضمون ديال العمال. ولجنة كتتراقب الجانب التقني ديال العمال. وفي آخر المطاف يعني. أنا لحد الآن أنا ما كانش ملحظات كبيرة بالنسبة للعكس. هات شركت هادو كتسبة واحد جريبة كبيرة. وكولاتك تعطي أعمال الليم كلنا. ماشي كخانات أمازيغية مغربة نفتخروا بها. سوف نتوقف عند هذه الشهادة لأن كل هذه العمال الدرامية هي موجهة للجمهور فالجمهور يبدأ الرأي دياله هو ما يعرف شون يوقع داخل الكواليس طلبات العروض إلى غير ذلك هو يشوف العمل على قنوات شركة الوطنية إداءة وتلفزة ونحن نتكلم على العمال الدرامية بقناة مازيغ فهنا نتول حد للجمهور ليقول كلمته حول هذه العمال الدرامية مجموعة دير الأفلام اللي كانت في المستوى وكانت لقيت واحدة تتبع كبير من خلال الشريع الريفيو والشريع النظوري غير أن الأسف شفنا كذلك مجموعة ديال الأفلام والمسلسلات اللي ما كانش في المستوى لا من خلال المحتوى لا من خلال أداء ديال الممتلين وفي الحقيقة كانت منه وأنه مستقبلاً تعطى فرصة للممتلين المحليين اللي الحمد لله لدينا واحدة مواهب كبيرة هنا وكذلك يتحاول يكون واحدة الإبداع لا في المسلسلات ولا في الأفلام وكذلك كنت تتبع ديال يعني الأفلام تكون كتشيل الوضع الراهن لكي يعيشوا الشريع قوينا الأخيرات وغادي نجن إحسانت وغادي نجن تحسون من خلال الدراما ديال الأفلام ديال المسلسلات نتوارا ديال إداء عن تمازيغتي نجن منتوج محل وطني يستور سير سين تمازيغت وما نوين تفتخر زي سنشين وغادي نجن إداء أيضا يحتاج المخرجين ديال المنتجين أنهو باش تزيد نجن أكبر عدد من الأفلام نعم نفتح الأجانب نعم نفتح العالم لكن ليهو مهم وضروري وهو كل ما هو مغربي كل ما هو وطني خسنا نقوي وهو يكون له الأولوية في البرامج خصوصا فيما هو درامي فيما هو مصرح فيما هو فيلم ما هو قصة فيما هو شعر هاتشي كامل يعزز يعزز الهوية المغربية للمواطن والمواطنة المغربية إذن بعد هاد الشهادات الأخيرة للجمهور العينة من الجمهور وهو مشكور عليها سي عمر ستجاوبنا على الشق ديال السؤال اللي تتكلم على شركات وطلبات العروض لشركة الإنتاج ونرجع لسي مامات باش يجاوبنا على هاد الأسئلة تفضل المناحدة ديالسي توفيق أن هناك احتكار احتكار ببعض الأسماك تلقوها في مختلف الأعمال فأنا بالنسبة لي هاد راجع لشركة الإنتاج هي اللي كتحمل المسؤولية لأنه مش اللجنة هي اللي كتختار الممتلين ولا اللي كتختار المخرج ولا اللي غتختار الطاقة متقنية لا الشركة كتجيب الملف كامل فيه الممتلين فيه المخرج وبعض المرات احنا كنوقعوا في مأزيق علاش لأنه كنلقوا مختلف الشركات جيبيني نفس الأسماع يعني ماشي احنا اللي كنقصيوا الشركات هي اللي كتقصي والأصعب في الأمر أنه بعض المرات هديك الشركات ما كتلتازمش به هادوك المقترحات اللي جابت علاش لأنه نعبت أني كرجع لديفتر التحملات بديفتر التحملات ما فيش عقود الحال ده بيكون كل ممتل كيسني عقد مع الشركة ما يمكن لش يمشي لجي أخرى الشركة غضطر أنه يتقلب على واحد أخر المخرج نفسي نفس شي ما يمكنش يلسنا عقد مع الشركة ما يمكن لش يدير مسلسل أخر في نفس الفترة ما يمكن لش ولكي نشي أشكي يوقع واذا أنت مكردنا لسي توفيقنا ديليل كي ليقترح أنه يكون واحد لإعادتنا دارف هاد دفة التحملات تماما غير نكمل هنكمل بعض المرات كما قلت كنلقوا كنختاروا جوج الأعمال وكنلقوا أنهم نفس المخرج نعم تنقولوا في نفس الفترة الضيقة اللي بقى كيفاش غادي يدير يخدم في جوج ديليل الأعمال وقعات هادي وكانت سلبيات فإذن هاد تكرر الأسماء وهذا اللجناء لا علاقة لها بها هادا له علاقة بشركة الإنتاج وبديفتر تحملات يعني خاصة تطوير هادا كدفتر تحملات نعم باش يعال جميع السلبيات اللي كينا فيه إيجابيات وش حمل مرة ناديت أنا خاصة واحد لأيام دراسية لهاد دفتر تحملات باش شوفوا شنه هي السلبيات وشنه هي الإيجابية بالنسبة للشهادات تقريبا في نفس سياق ديال الشهادات ديال الروبورتاج الأول نعم فهناك ملاحظات حول المضمون وهناك ملاحظات حول علاش رمضان بوحده هو اللي كنتجو فيه الأعمال إلى آخر ولكن في المجمل ديالها للروبورتاج الأول والتاني هو إيجابي بالنسبة للقناة الأمازيغية وفي المضمون اللي كيوصل للمشاهدين اللي كيوصل لجمهور واش هذا المضمون هو كيعكس هذا الإبداع هذا الفمي كيعكس هذا التوجه اللي غدي فيه الإعلام العمومي كيعكس هذا التطور اللي بحل يتكلم عليه السي محمد مامد هذا هو اللي خصنا نعرفه لأنه جمهور كما كنا نقوله هو مت يشوفش يعني في هاد الكواليس كما صبق قلتها مت يشوفش هو مت يشوف العمل بت هاد العمل عجبو العمل أو ما عجبوش العمل ولكن احنا مني كنوصله يعني يقصوه عرفته هو هاد الأشياء توفق مسؤولية ملقات على موديلية المركزية الإنتاج وموديلية الإنتاج داخل الموديلية المركزية للأمازيغية في عمليات التتبع وحينما نتحدد عن التتبع نتحدد عن واحد لاباص دردوني وهذا مخريج غير يشتغل هنا ممكنش يشتغل هنا وكذلك الأمر مرتبطة بالقناة الأولى وقناة الجهوية العيون بمكش نشوف نفس الأسماء ونفس التقنيين لأن هذا لأنها في نهاية الماضي كما قلت هذا مال عمومي ومال دير الشركة الوطنية ومال التمازيل تمام التلف الشركة الوطنية وبالتالي لا هالحق في التدخل لا هالحق عبر اللي جنسات عفل يتكلم على سيد محمد وكذلك في عملية التبع أنا غير باش نرجع ونقول بإنه هل ما يقدم لجمهور المغربي يرتقي لسطلعاته وانتدارته بغض النظر على أشياء اللي ربما هي كينا داخلية نحن كنعرف بإنه كنا إنتاجات مشاركة كنا إنتاجات داخلية كنا إنتاجات خارجية فهل الأشياء بغي يشوف أعمال درامية اللي هو كي يلقرصوا فيها بإبداع بفن بإخراج جيد بتقنيات عالية الجودة بحوارات اللي هي ما فيهاش خدش للحياة إلى غير ذلك وفي نفس الوقت كما قالوا جاف واحد شهادة كي عبر على هاد الزخم التقافي المتنوع اللي عنا في بلدنا ولي كنبغيون بيعه ولي كنبغيون بينا ولي كنبغيون صوقه على المستوى يعني اللي غنقلوحنا المغاربي أو الإفريقي أو العربي إلى غير ذلك فهذا هو الأهم الأشياء الأشياء الأخرى غتي جاوبنا عليها سمامات أنا أنا بغيت غير شوية باش ندره على الاقتراحات الأخيرة بغيت غير نوضح من الأقتر اللي ترهسي توفقه فيما يخص تعامل بعض الشركات مع الممتلين والتقنيين والطواقم اللي كتشتغل في هذا الانتاجات الدرامي أنا بالنسبة لي فاش ما كيكونش ما كيتصلش بيه شي واحد كيتابة شي واحد تشتغل مثلا بشي عمل كي أحيانا كتوقع وتقول بي أنه رأى الضر من واحد شركة معيئة مثلا ويكاتبنا عندنا مسؤولية قانونية وأخلاقية مش كيتتصل بيك ممتلك الكودي رأى مثلا اشتغلت مع الشخص هذا إما ما خلصني شو اللي عطاني واحد الأزر لما خصوش أعطيه لي تمام مسؤولية دي علي إلا توصلت بواحد المراسلة تكون مكتوبة من هذا الشخص من الواجب عليه أنني متصل قدرتها ماشي مرة ماشي جوج ماشي غير في الدراما نرتاب في شركات مثلا فعندك برامج ترفيهية وبرامج أخرى فاش كي يكون مثلا شي واحد كيتصل بينهم كي تعتبر بأنه الدر تنتصل بالمونتيج وكان حلو المشكيل كان حلو المشكيل هذه مسألة ما كانت سامحوش فيها ولكن فاش ما كيتصلش بيك الناس شادي مسألة هذه كتهمه هو وهذا ولي مسألة أخرى تاني أنا في نظري هذا فيما يخص الأمازيغية هذا مشكيل نقابي ومشكيل قانوني عنده علاقة تامعة وزارة الشغل وتشغيل خص هذا شي تنظم هذا القطاع خصو وزارة ثقافة هذا شي خصو يتنظم أنا أقول مثلا واحد الشخص اللي عنده الممتل مثلا اللي عنده جريبة كبيرة مثلا في الدراما في التمثيل راه كان واحد لفوخشد بين كذا وكذا ممتلين كان واحد لفوخشد كان واحد اللي عاد تخرج مثلا تنتكلموا بالممتلين تقنيين نفس الشي حاجة أخرى بنسبة لهذا المسألة ديال الاختيار ديال كذا كيتقسونا كيتقسوش الناس كي المشكيل السيناريو والشخصيات الشخصية معينة كتبولك مثلا بغيت واحد السيد عن دور بعين عام وبيض مثلا ولا سمر ولا كذا وغليض هذا الشي كله معايير كتطلب في سيناريو كي تختار السيناريو هذا السيد المخرج خصو ضروري يحتر من هذا المعالي اللي علاءة أساسها تخدأ هذا السيناريو هذا مشكل مشكل عنده علاقة مع المضمون ديال المسلسال سمح لي وكينا حاجة أخرى حنا ما قدش نقوم بغيان فونتلاغو هات الشيرة في العالم كامل كينا ليستعر تقولك لا استغيزاز لا استغيزاز نعم في سينما كينا شهرة كينا مثلا واحد الإنسان اللي كتل عملية نجوم لصناعة نجومية نعم لصناعة نجوم لصناعة نجوم كوك فعلا هذا مشي مسألت شوف أنا دائما قادي نعود نتكلم على واحد الإشكال الكبير اللي كنعانيه منه في المغرب والمشكلة للصناعة التقافية رأى ما حد ما عدنش صناعة تقافية حقيقية اللي تكون في ها الدولة تكون هي القاطرة ويكون في ها القطاع الخاص لم يستمر نفتقولي المجال anticipating يجيب استثمارات ديا altri ويربح الفلوس يربح الفلوس وتكوين يكونوا معاهي ديل تكوين ولكن هذا الشخص يكون يمشي ده باع كامل يكون ده باع يكون فيه تكوين يعني يكونوا يعني يكونوا معاهي ديل تكوين سمع لي يكونواستثمارات يكون غاuesto ينشخد فالنزل لماذا يذهب إلى فرنسا تأتي 120 مليون من السائح لفرنسا وتأتي 80 مليون من السائح لسبانيا لماذا يأتي لكي يرى الحيوط؟ يأتي لكي يرى التقافة التقافة بالمفهوم العام بما فيها الدراما إذن بالنسبة لكي نحن ستكون عندنا تقافة وصلنا الدولة هذه الدورتها ستبني صناعة تقافية في المغرب وهي ستفتح مجالة بالنسبة للمشكلة البطالة نسبياً ستساهم إلى حد كبير في حل إشكالية البطالة وصلنا إلى آخر محور من هذا البرنامج وهو ما هي الأفاق المستقبلية لارتقاء بالدراما الأمازيغية سي عمر بن الخمر نحن نعرف الآن أن القناة يعني دارت واحد المجهود كبير واحد الأمال التي تبت واللي ربما نسى ما نذكرها ما ماد ما كانش غير مسلسلات ولكن كان كذلك الأفلام التلفزيونية كان يعني ستكومات كان برامج درامية نحن نتظر باشكن برامج وطائقية تاريخية نتظر يعني المزيد نحن نحن الآن مية وثلاثين فيلم تلفزيوني آآآآآآآآآ نعم ما زال خاص المزيد، ما زال خاص التنويع، ولكن السير دائماً على ما هو عليه الأمر الآن، يعني دائماً كان بعض الأعمال دي الأمازيغية اللي كنا كتمنى أنها تقدم في القناة الأولى، وكان بعض الأعمال الأمازيغية اللي كتناسب مش غير الأمازيغي كتناسب المشاهد المغربي ولا غير المغربي كذلك. فتنظن أن خاص المزيد من ناحية الكمية من هذه الأعمال والتنويع لأنك ما قلت أنا يعني لا الفضاء ولا الإنسان الأمازيغي يعني زاخر تاريخياً وتقافياً يعني وجغرافياً مادة، كي المادة، كي المادة، مازال خاص الاستغلال بوسائل مختلفة، وتنظن أنني أنا كنت سمعت أن القناة غد تولي تبت 24 ساعة إلى 24 ساعة، نصول سنة مدالات القضية في نوصلات، بلغة تولي 24 تنظن على أنه غادي يكون المجال أوسع وتنظن غادي تفسح المجال للإنتاج أكثر ما يبقاش غير في رمضان، غاي يقول لي عروض طلبات عروض أخرى نعم طلبات عروض أخرى خارج رمضان لإنتاج برامج متنوعة ومختلفة نعم شكراً سي عمر وكذلك يعني المساهمات للمبدعين كما قلت باقي ورشات كتاب السيناريو ورشات إخراج إلى غير ذلك فضروري أن كل هذه المهان تكون مواكبة في هذه الطلبات العروض تكون حاضرة يكون المخرج حاضر يكون كتب السيناريو حاضر إلى غير ذلك واللي جميل أن القناة بحال الأولى تساهم في إنتاج الأفلام السينمائية الأمازيغية كذلك للطويلة وللقصيرة للمحترفين وللشباب تالي ما عندوش داب الله قريم ولي ما عندوش بيطقة المهنية كيم كله يحط مشروع في الأفلام مثل القصيرة وأنه يدعم من ناحية الإنتاج دياله شكراً سي عمر، سي توفيق أكيد بأنه يعني داخل هذا النقاش الإلحاد لا تفوت من فرصة يعني لرفع القبة على الطاقم الداخل للقناة تمازيغت تمازيغت يعني نسبة أن طلعت الأرقام المؤخراً في 2017 يعني قناة تلتزم دفتر تحملات دياله أو أكثر وهذا بفضل الكفاءات أو الأطقم يعني لا بد من الإقرار بهذا الأمر نقطة أخرى هو أن هناك إرادة واضحة لرئاسة القطب يعني في الارتقاء بهذا المنتج هذا واضح يعني حتى في الخطات استراتيجية لكن ما نتمنى صادق يعني ننتقد لكن بمفهم تفاؤلي نتمنى أن يتم تفعيل مبدأ التدرج الذي ينصل إلى دفتر تحملات والآن يعني في محطة مهمة لكن نحتاج إلى تطوير كذلك نحتاج إلى عدم تكريس الموسمية للإنتاج لأنه هذا من شأنه أن يطور ما تكلم عنه أستاذ ماماد حينما تكلم عن عملية تأسيس نحن نؤسس لكن بالكم نحقق التطور النوعي وبالتالي نحن نراهن على هذه السنة أن تكون سنة مغيرة رغم أنه السنوات الماضية ليست سيئة لكن نحن دائما نطمح بما فيه رغبة في الارتقاء بهذا المجال نراهن على الكام ولكن كذلك على الموضوع على المضمون سي ماماد كلمة آخيرة كلمة آخيرة ثلاثة النقاط أولا الآن مكينة شي دولة في العالم اللي تطورت بدون منظومة إعلامية قوية كيناش إذن خص الدولة تستمر في الميدان وتعتبره كقطاع لخصوا واحد الدعم ودعم حقيقي على جميع المستويات ليس غير الجوانب المادية يعني المالية هذه نقطة أساسية هذا سيطان بوستولة هذا ضروري خص الدولة تولي هذا القطاع واحدة الأهمية كبيرة هذه أساسية سعالة أخرى أنا كانت تمنى أن هذه الانتاجات ديالنا ديال الشركة الوطنية لأن الانتاجات صراحة تشرف ورغم انتقادات تسوق على المستوى العالمي وهذه كنت هو هاد الأعمال هادو يمكن لها در على الشركة الوطنية موارد مالية مهمة بالنسبة الثالثة وهنا قد نرجع لنقطة الأولى عند علاقة مع النقطة الأولى هو العقد البرنامج الدولة خاصة توقع مع الشركة الوطنية لما يمكنش تطلب من الشركة الوطنية باش تنتج باش غد تنتج وباش غد تطور شبكات البرامج دارت مجهودة تستنائية على جميع المستويات ولكن خص الدولة توقع عقد البرنامج مع هذه الشركة هذه باش يمكنها تترفع من الانتاج كما وكيفا نعم مسألة 24 ساعة إلى 24 ساعة مسألة 24 ساعة هذا التزام هذا التزام تشد رئاسة الشركة الوطنية ولكن مرة أخرى نحن عندها حلقة محتي عقد البرنامج خص الدولة خصت خصها خص الدولة تحمل مسؤوليتها لأنها مسؤوليتها شكرا نستمر حمد ماماد فحنا يعني كشكركم جميعا سي عمر بالخمار رئيس الجمعية المغربية لنقاد سينما سي توفق ناديري مدير نشر موقع زوم 24 ونائب الكاتب العام الجميع الوطني للصحفة والإعلام والاتصال شكرا نستمر حمد ماماد المدير المركزي للإنتاج والبرامج الإداءية والتلفزية بالأمازيهية تبع الشركة الوطنية للإداءة والتلفزة شكرا لكم جميعا مشاهدنا مستمعين الكرام ونضرب لكم موعدا الشهر المقبل في حلقة جديدة من برنامج الوسيط مع تحية فريق بهذا البرنامج دمتم في رعاية الله إلى اللقاء